السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طالب وطالبات الصف السادس الابتدائي. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من علاقات العلوم معاكم من اسمها محمد النهاردة أولاد هناخد مع بعض الجهاز العصبي في الإنسان في البداية لازم نتعلم ونعرف نواتج التعلم بتاعتنا عايزين نكون قادرين في نهاية الحصة على إيه؟ إنك تتعرف على أجهزة الإحساس والحركة في الإنسان رقم اتنين إن احنا نفحص نموذج لمخ الإنسان رقم تلاتة إنك تقدر عظمة الخالق سبحان وتعالى في خلقه. هبدأ حستنا بسؤال مهم يا أولاد ما هو الجهاز المسؤول عن عملية الإحساس؟ أخدنا في السنوات الماضية عدة أجهزة من أجهزة الإنسان خدنا الجهاز الهضمي خدنا الجهاز التنفسي خدنا الجهاز الدوري وخدنا الجهاز الإخراجي طب فكرنا كده مع بعض ايه هو الجهاز المسؤول عن عملية الإحساس جسمنا؟ تعالوا نتعرف مع بعض الجهاز ده أولاد هو الجهاز العصبي. والجهاز العصبي ده مسؤول عن التنصيق بين وظائف أعضاء الجسم وكمان استقبال المؤثرات الداخلية والخارجية والاستجابة له. يعني ايه مسؤول عن التنصيق بين وظائف أعضاء الجسم؟ تعالوا كده نتعرف مع بعض جسمك بيعمل عملية هضم وعملية تنفس وعملية نمو وعملية حركة وحاجات كتيرة بتحدث في نفس الوقت. مين اللي مسؤول عن تنظيم التنصيق والتنظيم بين الحاجات الكتيرة دي يا أولاد هو الجهاز العصبي. كمان جسمك يا أولاد الجهاز العصبي مسؤول عن ضبط شعورة والمسؤول عن إصدار حركات الفرح والحزن اللي بتعملها. برضو المسؤول عنها هو الجهاز العصبي كمان مسؤول عن الإحساس بالحرارة واللمس والطعم والألم والعواطف. إزاي؟ يعني أنا دلوقتي لو قلت لك غم بعينك وديتك شيء ناعم في إيبك هتقول لي إيه؟ هتقول لي أن الملمس الشيء ده ناعم طب مين اللي يعرفك أن الشيء ده ناعم هو إدراق المخ للجسم ده. جلدك بعت رسالة للمخ رسالة عصبية فابتدى المخ يدرك ويستجيب ويفصل الرسالة دي ويعرفك أن الملمس بتاعها هو ناعم. كمان بيعلمك أنك تتعلم مهارات جديدة وتبتدي تخزن المهارات دي في مراكز التذكر بتاعتك وتبتدي تسترجعها تاني في مواقف مشادها. كمان مسؤول عن إيه؟ مسؤول عن إدراكك والتأثر بالأشياء مثلا الأشياء الساخنة أو البارد. يعني لما تيجي تمسك كده حاجة سخنة بإيه اللي بتحصل؟ بترمي الحاجة دي من إيدك بسرعة وتشدي إيدك مين اللي قالك تشدي إيدك كده؟ طبعا هو الجهاز العصبي هو اللي خلاك تعمل رد فعل منعكس وتحمي إيدك من الخطر بتاع الحاجة السخنة. يبقى إذن هنا الجهاز العصبي يا أولاد هو جهاز الاتصال والتحكم في جسمك هو اللي بيستقبل المعلومات من البيئة اللي حواليك وكمان من داخل جسمك. وبيبتدي يفسر الرسالة والمعلومات دي ويبتدي يستجيج لها. يعني نقدر نقول إن جهاز العصبي هو جهاز التحكم والاتصال وهو عبارة عن شبكة اتصال كاملة بين مخك وبين جميع أجزاء جسمك. ليه أن المخ؟ هو مركز التحكم بالجسم. لأنه هو المسؤول عن الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها. واللي بيربط المخ وبيربط أعضاء جسمك مجموعة من الأعصاب. يبقى احنا كده تعرفنا عن الجهاز العصبي. طب الجهاز العصبي الكبير ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من خلايا. الخلايا دي اسمها الخلايا العصبية. يبقى الخلية اللي بتكون الجهاز العصبي بتاعت هي الخلية العصبية. يبقى نقدر نقول الخلية العصبية دي هي وحدة بناء الجهاز العصب. وده شكل الخلية العصبية اللي قدامنا. وتعالوا نشوفه بالتفصيل هنلاحظ ان هنا الجزء ده اسمه جسم الخلية اما الجزء الاخر ده اسمه محور الخلية تعالوا كده نشوف التركيب بالتفصيل هنلاحظ ان الخلية العصبية دي بتتكون من جزئين مهمين اول جزء عندي زي ما قلنا جسم الخلية الجزء ده جسم الخلية ده اولاد بيحتوي على ايه بيحتوي على نواة وبييجي حواليها كده سائل اسمه سيتو بلازم وكمان غشاء اسمه غشاء بلازمي بيحافظ على شكل الخلية ومكونات طيب بيمتد من جسم الخلية زي ما احنا شايفين كده تفرعات اسمها تفرعات شجيرية عشان شكلها عامل زي الشجرة تمام ودي التفرعات دي اولاد بتتصل بخلايا عصبية اخرى مجاورة لها عشان تكون ما يسمى بالتشابك العصبي هنقول تاني جسم الخلية مع بعض جسم الخلية بتكون من ايه في المنتصف كده النواة وحواليها سيتو بلازم وبيغلفها الغشاء البلازمي وبيخرج من جسم الخلية تفرعات سمينا تفرعات شجيرية ايه التفرعات الشجيرية دي بتعمل ايه بتتصل بخلايا عصبية مجاورة لها عشان تكون تشابك عصبي طب محور الخلية محور الخلية ولا زي ما احنا قلنا دوت محور الخلية ده عبارة عن محور استواني مغلف من الخارج بطبقة دهنية عشان تحميه وتمده بالطاقة وبينتهي المحور هنا يا ولاد بتفرعات نهائية وظيفة التفرعات النهائية هنا هتكون ايه هي الاتصال بالعضلات بتاعت جسمك او كمان بتتشابك مع خلايا عصبية مجاورة عشان برضو تكون تشابك عصبي تعالوا نشوفها اوضح على الرسمة بتاعتنا احنا اتفقنا ان الخلايا العصبية بتتكون من جزء ايه الجزء الاول اهو وتسميناه جسم الخلية قادي النواة في منتصف جسم الخلية اهي وبيحاط بيها السيتوبلازم وقادي الغشاء البلازمي بيخرج من جسم الخلية تفرعات اسمها تفرعات شجيرية التفرعات الشجيرية بتتصل مع خلايا عصبية اخرى مجاورة مكونة تشابك عصبي ونعرف فايدة التشابك العصبي الجزء التاني من الخلية بيتكون محور الخلية زي ما احنا شايفين اهو وده بيبقى مغلف من الخارج كده بغلاف دهني بيدعم المحور ده وبيمده بالطاق طيب بينتهي المحور الخلية بايه؟ بتفرعات اسمها تفرعات نهائية وظيفة التفرعات النهائية هنا ها بتتصل بالعضلات او بتتصل بخلايا عصبية مجاورة مكونة ايضا تشابكا عصبية طيب احنا كده عرفنا مكونات الخلية العصبية ايه فايدة التشابك العصبي اللي احنا بنقوله ده يا ولاد التشابك العصبي ده هو المسؤول عن نقل وتوصيل الرسائل العصبية بين الخلايا العصبية هو المسؤول عن نقل وتوصيل الرسائل العصبية بين الخلايا العصبية طيب احنا بعد ما عرفنا الخلية المكونة للجهاز العصبي وهي الخلية العصبية تعالوا بقى نشوف جهازنا العصبي ده بيتكون من إيه؟ جهاز العصبي في الإنسان بيتكون من جهازين الجهاز العصبي بيتكون من جهازين جهاز اسمه الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي النهاردة هنركز مع بعض على الجهاز الأول وهو الجهاز العصبي المركزي الجهاز العصبي المركزي في جسمك يا أولاد بيتكون من جزئين مهمين وهو المخ والحبل الشوق والمخ ده في ثلاث أجزاء نصفين كرويين المخيخ النخاع المستطير يبقى نقول تاني الجهاز العصبي عبارة عن جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي والطرفي ده أولاد الأعصاب اللي خرجه من المركزي عشان تبقى عارف يبقى الجهاز العصبي الطرفي وعبارة عن الأعصاب اللي خرجه منين من الجهاز العصبي المركزي يعني الأعصاب اللي خرجه من المخ والحبل الشوق هنركز النهاردة على الجهاز العصبي المركزي اللي بيحتوي على المخ والحبل الشرق وقلنا المخ ده بيتكون من ثلاث أجزاء رئيسية نصفين كرويين المخير النخيع المستطيل تعالوا بقى كده مع بعض نشوف كل جزئية وظيفتها وموقعها فين في جسم الإنسان بس في البداية كده عايزاكم تشوفوا الفيديو اللي معنا دوت بيوضحي الجهاز العصبي المركزي فين والجهاز العصبي الطرفي تعالوا كده مع بعض بصوا كده معايا قادي المخ وقادي الحبل الشوكي يبقى كده الجهاز العصبي المركزي بعد كده الأعصاب اللي خارج من المخ والأعصاب اللي خارج من الحبل الشوكي كونت الجهاز العصبي الطرفي طيب تعالوا بقى مع بعض نشوف تركيب الجهاز العصبي المركزي اللي اتفقنا أنه هو بيتكون من المخ والحبل الشوكي في البداية هنتكلم عن المخ وهنقول ان المخ ده بيوجد داخل علبة عظمية بتسمى الجمجمة ليه الجمجمة دي يا ولاد؟ الجمجمة دي وظيفتها مهمة جدا دي عشان تحمي المخ بتاعنا لان احنا قلنا ان المخ ده مركز التحكم الرئيسي في جسمك هو اللي بيضبط حركتك هو اللي بيخليك تتعلم حاجة جديدة هو اللي بيمنعك من الخطر يبقى اذا ان دي حاجة مهمة قوي هو اللي بينصق الوظائف بين جسمك يعني انا لازم احافظ عليه فربنا سبحانه وتعالى جعل المخ ده لأهميته داخل علبة عظمية عشان تحميه وسمينا العلبة العظمية دي اسمها الجمجم طب المخ ده عبارة عن ايه ولاد؟ عبارة عن كتلة عصبية زي ما احنا شايفين كده بتحتوي على ملايين من الخلايا العصبية اللي كلمنا عنها دلوقتي يبقى المخ عبارة عن كتلة عصبية بتحتوي على ملايين الخلايا العصبية طيب المخ ده بيتكوم من ايه؟ من تلات اجزاء رئيسية هنتكلم عنه بالتفصيل نصفيني كروييني مخيخ نخاع مستطيل طيب احنا قلنا ايه كمان؟ قلنا ان المخ ده مركز التحكم الرئيسي في جسمك اللي بيوجه وينصق دميع العمليات الحيوية في جسمك وكمان افكارك وسلوكياتك طيب تعالوا نشوف مكونات المخ كده بالتفصيل بس في البداية بيقولك هل تعلم؟ في اعتقاد خاطئ كده عند بعض الناس ياولاد بيقولك الانسان الزكي هو اللي مخه كبير كل ما كان مخه كبير هو هيبقى اكثر زكاءة طبعا الكلام ده خطأ لان مخ الانسان وزنه حوالي كيلو ونص تقريبا وده في جميع الناس البالغين تمام؟ وبيتساوى حجم المخ هنا لده الناس البالغين لحد كبير طيب طب نسبة الزكاء دي بتيجي منين؟ نسبة الزكاء ياولاد بتيجي من قصرة التلافيف اللي موجودة في المخ قصرة التعريج والتلافيف اللي موجودة في المخ دي بتدينا نسبة زكاء لكن وزن المخ ملوش اي علاقة بالزكاء تعالوا بقى نشوف تركيب المخ قلنا المخ ده بتكون من النصفين القرويين المخيخ النخيع المستطيل تعالوا نشوف كده على الرسم آدي النصف ده وآدي النصف ده سميناهم النصفين القرويين لان شكلهم عامل زي نصفين القرى شكلهم عامل زي نصفين القرى فبنسميهم النصفين القرويين بعد كده عندي الجزء ده اسمه المخير أما الجزء ده اسمه النخاع المستطي طب إيه وظيفة كل مكون من مكونات المخ تعالوا كده نشوف مع بعض أول حاجة اتفقنا عليها هي النصفان القرويان طب فين النصفان القرويان عارفين جبهتك من قدام يا ولاد حط إيه ده كده على جبهتك آه النص بقى من الناحية الشمال مع النص من نحية اليمين الجزءين دولا على الرسمة قدامنا هي الجزء ده مع الجزء ده ده اسمهم النصفيني القرويان زي ما احنا شايفين ودول اللي بياخدوا الحجم أو الجزء الأكبر من مخط طبعا داخل الجمجمة ودول شكلهم جسم قروي عشان كده سميناهم النصفيني القرويان بينهم زي ما احنا شايفين شق اسمه شق وسطي بيقسمهم إلى نصفين شق الحتة دي اسمها شق وسطي نقسمهم إلى نصفين طب بيربطهم مع بعض ازاي عن طريق ألياف عصابية هي المسؤولة عن الاتصال بينهم نقول تاني النصفيني القرويان هما في الجابهة بتاعتك كده يا ولاد حط إيدك الاتنين كده عن ناحية اليمين وعن ناحية الشمال دول اسمهم النصفيني القرويان بيفصلهم شق وسطي والشق الوسطي ده بيربطهم مع بعض بألياف عصابية عشان يحصل اتصال بينهم طيب النصفيني القروياني دولا نشوف التركيب بتاعهم مع بعض هنلاحظ ان القشرة اللي بره دي يا ولاد من بره كده اسمها القشرة المخية الجزء اللي بره ده اسمه القشرة المخية القشرة المخية خد بالك انها بتتميز باللون الرمادي من بره لون رمادي لكن المادة او الطبقة الداخلية لونها ابيض نركز تاني السطح الخارجي للنصفان الكرويان اسمه القشرة المخية طب لونها ايه من بره كده رمادي لكن المادة الداخلية لونها ابيض وقلنا ان هو بيتميز بقصرة التلافيف والثانيات زي ما احنا شايفين شايفين التانيات بتانيتهم دي يا ولاد والتلافيف دي دي اللي بيميز القشرة الايه بيميز مين النصفان القرويان عرفنا تركيبهم طب تعالوا نشوف وظيفة النصفان القرويان ايه النصفان القرويان وظيفتهم يا ولاد هو التحكم في الحركات الايرادية بالجسم يعني ايه حركات ايرادية هو انه جسمي بيعمل حركات ايرادية بمزاجي وحركات لا ايرادية بتحدث في جسمي من غير مزاجي؟ هقولك آه. التحكم في الحركات الإيرادية اللي أنا أقدر أعملها بمزاجي يا ولاد إن أنا أقوم أمشي، أعط، أجري، أعمل أي حاجة بمزاجي أنا. يبقى دي اسمها حركات إيرادية زي المشي، الجلوس، القيام، الجاري. كمان من مظاقفه استقبال النبضات العصبية من أعضاء الحس. هيستقبل النبضات العصبية اللي جاية من العينين، من الأذنين، من الأنف، من اللسان، من الجلب، ويبتدي يرسل استجابة مناسبة لهم. كمان من وظائف النصفان القرويان إنه بيحتوي على مراكز التفكير والتذكر. بيحتوي على مراكز التفكير والتذكر. يبقى تاني وظيفة النصفان القرويان رقم واحد التحكم في الحركات الإيرادية. اللي أنا بعملها عن وعي مني وبمزاجي. كمان استقبال النبضات العصبية من أعضاء الحس بتاعتي وإرسال استجابة مناسبة لها. وكمان بيحتوي على مراكز التفكير والتذكر. كده احنا عرفنا أن الصفان القرويان موقعهم فين؟ وشكلها عامل إزاي؟ ووظيفتها إيه؟ نأخذ الجزء الثاني المكون للمخ وهو المخيخ. فين المخيخ؟ أهو. أسفل النصفين القرويان على طول. تحت النصفين القرويان. طيب وظيفة المخيخ إيه يا أولاد؟ حفظ توازن الجسم أثناء الحركة. إحنا كلنا بنيمشي في الشارع منتظام زبطين حركتنا. طيب الناس بقى اللي بتتعاطي الخمور. ليه بنيمشي تتطوح يمين وشمال؟ طبعا لأن الخمور دي بتأثر على المخيخ. على الجزء المسؤول عن التوازن في الجسم أو في المخ اللي هو المخيخ. فبالتالي ما بيحصلش اتزان ليهم وبيمشوا وخبطوا يمين وشمال. فإذن اللي بيحافظ على التوازن جسمي أثناء الحركة هو المخيخ. يبقى نقول تاني فين المخيخ؟ في الجهة الخلفية للمخ أسفل النصفين القرويان. طب وظيفة المخيخ إيه؟ حفظ توازن الجسم أثناء مين؟ أثناء الحركة. آخر جزء في المخي يا أولاد. إحنا خدنا نصفين القرويان. خدنا المخيخ. الجزء الثالث وهو النخيع المستطيع. والنخيع المستطيع ده جزء مهم جداً. وده بيقع أمام المخيخ. آدي المخيخ هي. وآدي النخيع المستطيع. يبقى النخيع المستطيع موقعه فين؟ أمام المخيخ. وهو اللي بيصل بقى المخ كله مع الحبل الشوكي. النخيع المستطيع هو اللي بيعمل اتصال ما بين المخ وبين الحبل الشوكي. طب وظيفة النخيع المستطيع إيه؟ احنا قلنا ان سفوني كرويان كان مسؤولين عن الحركات الإيرادية طيب انه خاعل مستطيل بقى وظيفته ايه؟ وظيفته تنظيم العمليات اللا إيرادية هو جسمي بيعمل عمليات لا إيرادية؟ اقول لك اه تنظيم ضربات القلب حد ممكن يقول لي القلب مثلا وقف ارتاح شوية لاينفعش قلب شغال بحركات لا إيرادية مني يبقى اول حاجة اللي مسؤول عنها وعن تنظيمها هو النخيع المستطيل يبقى تنظيم العمليات اللا إيرادية زي تنظيم ضربات القلب كمان بينظم لي حركة أعضاء الجهاز التنفسي أثناء الشهيق والزفير كمان بينظم حركة وظائف أعضاء الجهاز الهضمي وكل الدول زي ما احنا شايفين عمليات لا إيرادية بتحدث في جسمي يبقى تنظيم ضربات القلب تنظيم حركة أعضاء الجهاز التنفسي تنظيم حركة وظائف أعضاء الجهاز الهضمي مين اللي مسؤول عنهم النخيع المستطيل عشان كده بقى يا ولاد بيقول لك ان أي اصابة في النخيع المستطيل ممكن تؤدي للشخص للوفاة ليه؟ عشان احنا قلنا ان النخيع المستطيل ده ينظم العمليات الإيرادية اللي منها تنظيم ضربات القلب طيب النخيع المستطيل لو حصات له أي إصابة هيأثر على مين؟ هيأثر على القلب فممكن يؤدل بالشخص إلى إيه؟ إلى الموت كده احنا اتكلمنا عن أول مكوه من مكونات الجهاز العصب المركزي اللي هو المخ اللي كان بتتوين نفكر بعضينا من النصفين القرويين المخيخ والنخيع المستطيل نجل الجزء التاني وهو الحبل الشوكي هو فين الحبل الشوكي يا ولاد؟ حط إيدك على ظهرك كده ولمس فقارات العمود الفقاري بتاع الظهرك كلنا عملنا كده أهو شايفين يا ولاد؟ آدي الظهري بتاعي وآدي العمود الفقاري بداخل العمود الفقاري حبل أبيض كده يا ولاد اسمه الحبل الشوكي هنقول تاني إن الحبل الشوكي ده بيمتد داخل سلسلة من العمود الفقاري من فقرات العمود الفقاري فين جهت الظهر؟ في جهة الظهر والحبل ده عبارة عن حبل استواني الشكل بتخرج منه أعصاب بنسميه أعصاب شوكية نقول تاني الحبل الشوكي فين؟ الحبل الشوكي داخل سلسلة فقرات العمود الفقاري اللي بوجودها في جهة الظهر والحبل الشوكي ده عبارة عن استواني شكله استواني وبيخرج منه أعصاب بيتسمى الأعصاب الشوكية أنا ممكن أدي لك مثال بسيط كده تقدر تدرك منه شكل الحبل إيش لو إحنا جبنا رأبة يا أولاد الفرخة أو البطة وبدأنا نفسص الفقارات بتاعتها هنلاقي جواه حبل أبيض الحبل الأبيض ده هو الحبل الشوكي بتاع الفرخة أو البطة اللي أنا جبتي منها إيه؟ الزور بتاعها فبالتالي هو شبه اللي عند الإنسان برضو كده شلونه أبيض ويستوان الشكل وبتخرج منه أعصاب بنسميها الأعصاب الشوكية الحبل الشوكي لو إحنا خدت قطاع منه يا أولاد ونشوف شكله تحت الميكروسكوب عمل إزاي؟ هنلاحظ أنه بيتكون زي ما إحنا شايفين كده في الرسم اللي قدامنا من مادة داخلية المادة الرغمقى دي يا أولاد المادة الرمادية دي مادة داخلية واخدأ على هيئة حرف الـ شايفين كده يا أولاد؟ كأنه حرف الـ ودي مادة لونها رمادي يبقى المادة الداخلية من الحبل الشوكي هي مادة على هيئة حرف الـ ومادة لونها رمادي بتحاط من الخارج بمادة لونها أبيض يبقى خد بالك هنا المادة الداخلية هي اللي لونها رمادي والمادة الخارجية هي اللي لونها أبيض يبقى الحبل الشوكة اللي أخذت منه قطاع هلاحظ أنه بتكون من مادة داخلية على هيئة حرف الـ H ودي لونها رمادي بتحاط من الخارج بمادة بيضاء اللون الحبل الشوكي وظيفته إيه؟ الحبل الشوكي وظيفته نقل الرسائل العصبية من جميع أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ وكمان العكس من المخ لأجزاء الجسم يعني هو همزة الوصل أو الحبل اللي بيربطنا بين المخ وما بين أجزاء الجسم المختلفة كمان الحبل الشوكي مسؤول عن حاجة مهمة جداً اسمها الأفعال المنعكسة وهناخدها بالتفصيل الحصة خادمة إن شاء الله طب الأفعال المعكسة دي زي إيه يا أولاد؟ زي بقولنا في بداية الحصة لما بتمسك حاجة سخنة بتسحب إيدك بسرعة من غير تفكير طب تيجوا نشوفها كده في الفيديو اللي جايدة بصوا كده الشخص ده هيبتدي يلمس النار وشوف إلي بيحصل في جسمه طبعاً أول ما بيلمس النار رفع إيده هو يبقى ده اسمه فعل منعكس زي ما احنا شايفين هناخد الأفعال المنعكسة بالتفصيل وأمثلة كتير لها الحصة القادمة بإذن الله كده احنا أخدنا الجزء المخصص لنا النهاردة وهو الجهاز العصب المركزي اللي كان بيكاو من المخ والحبل الشوكي وقلنا المخ بيكاو من ثلاث أجزاء رئيسية النصيني القرويين المخيخ النخيع المستطيل وعرفنا حبل الشوكي فين ووظفته إيه تعالوا بقى نطبق مع بعض في فقرة سؤال وجواب عندي أول سؤال بيقولي أكمل العبارات الآتية مركز التحكم الرئيسي في جسمك هو نقط مركز التحكم الرئيسي في جسمك طبعا هو المخ ويوجد داخل علبة عظمية تسمى نقط قلنا المخ ده لأهميته الشديدة بيوجد داخل علبة عظمية تسمى طبعا الجمجمة رقم اتنين تتكون الخلية العصبية من جزئين أساسيين هما نقط ونقط طبعا هنا الخلية العصبية بتتكون من جزئين مهمين وهما جسم الخلية ومحور الخلية رقم ثلاثة يحتوي الجهاز العصبي المركزي في الإنسان من جزئين هما نقط ونقط الجهاز العصب المركزي كان يحتوي على المخ والحبل الشوكي سؤال آخر يا ولاد بيقول اكتب المصطلح العلمي اكتب المصطلح العلمي وحدة البناء في الجهاز العصبي وحدة البناء في الجهاز العصبي أصغر حاجة بتكون للجهاز العصبي يا ترى هي كانت ايه؟ طبعاً الخالية العصبية الخالية العصبية رقم اتنين عضو يصل المخ بالحبل الشوكي ومسؤول عن العمليات اللا ارادية عضو يصل المخ بالحبل الشوكي ومسؤول عن العمليات اللا ارادية وده سمناع النخاع المستطيل رقم تلاتة عضو في المخ مسؤول عن حفظ توازن الجسم عضو في المخ مسؤول عن حفظ توازن الجسم ده طبعاً كان المخخ كتلة عصبية تحتوي على ملايين من الخلايا العصبية كتلة عصبية تحتوي على ملايين من الخلايا العصبية وده كان المخ سؤال آخر ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة يتحكم النصفان القرويان في ضربات القلب النصفان القرويان بيتحكموا في ضربات القلب يا تارو ده صحيح ولا خطأ؟ طبعاً هنا العبارة عبارة خاطئة هنقول لي هي خاطئة لأن ضربات القلب دي لا إرادية حركات لا إرادية مين اللي مسؤول عنها؟ طبعاً إنه خيع المستطيل يبقى العبارة عبارة خاطئة رقم اتنين يعتبر المخ هو وحدة بناء الجهاز العصبي يعتبر المخ هو وحدة بناء الجهاز العصبي طبعاً إجابة خاطئة أو عبارة خاطئة وحدة بناء الجهاز العصبي هي الخلال العصبي المخ ده هو مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان رقم ثلاثة النخاع المستطيل مسؤول عن العمليات اللا إرادية النخاع المستطيل مسؤول عن العمليات اللا إرادية عبارة صحيح رقم أربعة المخيخ مسؤول عن حفظ توازن الجسم المخيخ مسؤول عن حفظ توازن الجسم طبعاً هنا العبارة عبارة صحيحة رقم خمسة يمتد الحبل الشوكي داخل العمود الفقاري يمتد الحبل الشوكي داخل العمود الفقاري يبقى هنا برضو عبارة صحيحة سؤال آخر بيقول لي اكتب الرقم المناسب لكل عبارة في العمود بيقول المخيخ يا طرق العبارة المناسبة ليه هو يحتوي على مراكز التفكيره والمسؤول عن الأفعال المنعكسة واللي يساعد على حفظ توازن الجسم واللي يصل المخ بالحبل الشوكي احنا عارفنا ان المخيخ هو المسؤول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحركة رقم اثنين النخيع المستطيل النخيع المستطيل هو اللي كان بيصل المخ بالحبل الشوكي بيصل المخ بالحبل الشوكي رقم ثلاثة الحبل الشوكي كان مسؤول عن الأفعال المنعكسة زي ما شفنا كده للراجل لما لمس النار بعد ايده يبقى ده اسمه فعلي منعك رقم اربعة النصفان القرويان اخيرا يحتويان على مراكز التفكير والتذكر يبقى النصفان القرويان يحتويان على مراكز التفكير والتذكر سؤال اخر علم يوجد المخ داخل علبة عظمية ويمتد الحبل الشوكي داخل العمود الفقاري ليه المخ موجود في علبة عظمية سميناها الجمجمة وكمان الحبل الشوكي ده موجود داخل فقارات عظمية ليه يا ولاد؟ طبعا هنا لحماية المخ وكمان حماية الحبل الشوكي لأهميتهم الاتنين ده اسمهم الجهاز العصبي المركزي يعني اساس الجهاز العصبي هو المخ والحبل الشوكي يبقى هنا لحماية المخ والحبل الشوكي علل يعتبر المخ مركز التحكم الرئيسي في الجسم يعتبر المخ مركز التحكم الرئيسي في الجسم هتكون هنا الإجابة يا أولاد طبعا لأنه هو اللي بينصق جميع العمليات الحيوية والأفقار والسلوكيات والعواطف بالجسم يبقى هو مسؤول أو هو بينصق ويوجه جميع العمليات الحيوية والأفقار والسلوكيات والعواطف بالجسم علل إصابة النخاع المستطيل تؤدي إلى الوفاء إحنا قلنا النخاع المستطيل ده مسؤول عن العمليات اللا إراضية بالجسم زي مين؟ زي تنظيم ضربات القلب فبالتالي أي إصابة للنخاع المستطيل هتؤدي إلى الوفاء يبقى أقوله كده لأن النخاع المستطيل مسؤول عن الحركات اللا إراضية مثل تنظيم ضربات القلب وعملياتي الشهيق والزفير بالتنفس يبقى دي كده مسؤول عن حاجات مهمة أوي اللي هي اللا إراضية بالجسم المخيخ له أهمية كبيرة أثناء الحركة علل المخيخ له أهمية كبيرة أثناء الحركة إحنا قلنا أن المخيخ ده مسؤول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحركة يبقى هو المسؤول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحركة ماذا يحدث إصابة المخيخ؟ لو حصل إصابة للمخيخ إحنا قلنا أن المخيخ هو مسؤول عن حفظ توازن الجسم طب لو حصلت له إصابة هيفئد التوازن بتاعه يبقى فقدان توازن الجسم فقدان توازن الجسم ماذا يحدث إصابة النخيع المستطيل؟ ماذا يحدث إصابة النخيع المستطيل؟ طبعا هنا النخيع المستطيل لو حصلت له إصابة يا أولاد ممكن تسبب الوفاة ممكن تسبب الوفاة سؤال آخر بيقول لي اذكر أهمية كل منه المخيخ الحبل الشوكي النصفيني القرويين المخيخ الحبل الشوكي النصفيني القرويين طيب أول حنا عندي المخيخ كانت وظيفته إيه أو أهميته إيه؟ طبعا احنا قلنا حفظ توازن الجسم حفظ توازن الجسم أما بالنسبة للحبل الشوكي كانت وظيفته الحبل الشوكي كانت وظيفته الفعل المنعكس مسؤول عن الفعل المنعكس أخيرا النصفيني القرويين كانوا بيحتوي على مراكز التفكير والتذكر والعمليات الإيرادية بالجسم بيحتوي على مراكز التفكير والتذكر سؤال آخر بيقول لي حدد موضع الأجزاء التالية بجسم الإنسان قل لي مكانها فين أول حاجة عندي المخيخ المخيخ كان موجود فين يا أولاد نتذكر كده مع بعض هنقول إن هو كان أسفل النصفين القرويين من جهة الخلفية أسفل النصفين القرويين من الجهة الخلفية بقدر موقع المخيخ رقم اتنين الحبل الشوكي كان مكان مفيه الحبل الشوكي كان بيمتد داخل العمود الفقاري موجود داخل العمود الفقاري جهة الظهر النخاع المستطيل طبعاً ده كان أمام المخيخ وكان بيصل المخ بالحبل الشوكي يبقى مكان النخاع المستطيل كان أمام المخيخ وكان بيصل المخ بالحبل الشوكي سؤال آخر يقولي من الرسمة الذي أمامك أكمل البيانات الآتي رقم واحد الشكل المقابل يمثل الشكل القدامنا ده بيمثل إيه يا أولاد؟ ده شكل إيه؟ ده شكل الخلية العصبية الخلية العصبية طيب رقم اتنين بيوضح إيه؟ رقم اتنين نشير كده مع بعض أهو يا أولاد بيوضح إيه؟ طبعا ده بيشاور أو بيوضح أو بيشير إلى محور الخلية محور الخلية رقم ثلاثة بيشير إلى النواة رقم ثلاثة بيشير إلى النواة رقم أربعة رقم أربعة التفرعات الشجيرية التفرعات الشجيرية بيجي يسألني في رقم أربعة بيقولي وظيفة رقم أربعة يعني وظيفة التفرعات الشجيرية دي كانت وظيفتها إيه؟ تعالوا كده أنا أتذكر مع بعض كانت رافو تتشابك مع خلية عصبية مجورة مكونة تشابك عصبي يبقى تشابك مع خلية عصبية مجورة مكونة تشابك عصبي انظروا الشكل المقابل ثم أجب الشكل اللي قدامنا ده بيمثل إيه أولاد؟ طبعا ده أول ما شفته كده عرفت على طول إنه ده المخ طب تعالوا نكتب الأركاب رقم واحد بيشير إلى اتنين دول من اسمهم إيه؟ رافو عليكم النصفان الكارويان النصفان الكارويان نخد بالك من الأسئلة العملية دي عشان امتحان العمل رقم اتنين تعالوا كده نشوف مع بعض رقم اتنين بيشير إلى مين؟ الجزء ده اسمه إيه؟ اسمه المخيخ المخيخ أما رقم تلاتة الجزء ده اللي بيقع أمام المخيخ وهو النخيع المستطيل النخيع المستطيل اختر الإجابة الصحيحة مما يلي تقع مراكز التفكير والتذكر فيه تقع مراكز التفكير والتذكر فيه يترى النصفان الكارويان المخيخ النخيع المستطيل الحبل الشوكي النصفان الكارويان هم اللي بيقع مراكز التفكير والتذكر فيه النصفان الكارويان يقع النخيع المستطيل أمام يقع النخيع المستطيل أمام العمود الفقاري المخيخ الحبل الشوكي النصفاني الكارويان طبعا النخيع المستطيل كم بيقع أمام طبعا المخيخ يغلف محور الخلية العصبية بطبقة يغلف محور الخلية العصبية بطبقة يترى الطبقة دي بروتينية نشوية دهنية عضلية إحنا قلنا محور الخلية بيغلف بطبقة ووضع عليكم طبقة دهنية عشان تدعمه وتديله طاقة الجزء المسؤول من المخ عن حفظ توازن الجسم هو الجزء المسؤول من المخ عن حفظ توازن الجسم هو يترى المخيخ النصفاني الكارويان النخيع المستطيل الحبل الشوكي طبعا اللي كان مسؤول عن حفظ توازن الجسم هو المخيخ يتركب الجهاز العصبي المركزي من يتركب الجهاز العصبي المركزي من العمود الفقاري المخ والحبل الشوكي الحبل الشوكي المخ يترك الجهاز العصبي المركزي بيتكون من إيه؟ أن الجهاز العصبي المركزي بيتكون من المخ والحبل الشوكي اللي اتنبع بعض. يبقى المخ والحبل الشوكي. يتحكم نقط في الأفعال المنعكسة. يتحكم نقط في الأفعال المنعكسة. يطرى العمود الفقاري ولا المخير ولا الحبل الشوكي ولا المخ. مين اللي كان مسؤول عن الأفعال المنعكسة؟ أكيد طبعاً هو الحبل الشوكي. الحبل الشوكي هو اللي كان بيتحكم في الأفعال المنعكسة. المادة الرماضية بالحبل الشوكي على شكل حرف يطرى A H E N. لو نفتكر كده ما خدنا القطاع في حبل الشوكي؟ ولقينا أن المادة الرماضية الداخلية كانت وغدة شكل حرف. وغفوا عليكم حرف ال H. يبقى المادة الرماضية بالحبل الشوكي على شكل حرف ال H. بكده تكون حلقتنا انتهت النهاردة. كنت معاكم باسمها محمد. طب يا رب يكون الحصة كده عجبتكم واستفدتوا بيها. وان شاء الله نلتقي مع بعض في حصة قادمة. وسلام عليكم.